الثاني الثالث العنوان الثالث الاهم وعنوان الثاني هسا مولا اهم ناقصات العقول العنوان الاخر ناقصات الايمان وبالامس قرأنا الروايات الروايات عن الرسول قال هم انه ناقصات العقول وهم ناقصات ماذا ها الدين اللي احنا وان كان الاغيون فسروها بناقصات الايمان ولا بد في وقت لا يتضح الفرق ناقصات الايمان ليش ناقصات الايمان المساكي ها ليش هو بيني وبين الله هي خلت تعرض لنفسها لو الله جعلها كذلك يعني امر اختياري لو امر غير اختياري خب بيني وبين الله واحد يعاقب على امر غير اختياري اصلا هذا منطقي او غير منطقي وهذا امر تكويني هذا امر تكوين والامر التكويني مرتبط بيد المرأة لهم يرتبط بيد من بيد خالق المرأة والله سبحانه وتعالى خلقها بهذا الشكل بهذه الشكل بهذه الصور وعد مع ذلك يعاقبها على ماذا ها على ما خلقه هو يعني لانك خلقت كذا ساعاقبك بانك ناقصت الامام على شنو اصلا هذا كيف ينسجم مع نظرية العدل الالهي هذه شون تنسجم هذه هذا اللي انا مرارا اقوله للاعز عليكم ان تنظروا الى منظومة المعرفة الدينية لا تقول هاي الرواية صحيحة السنة شوفها تنسجم مع قواعد اصول الدين او لا تنسجم فاذا كانت لا تنسجم اذا متنها معتبر او غير معتبر غير معتبر لانها تنافي العدل الالهي نقرأ عزيزي ترتب على ذلك التفتولي جيدا عزيزي ناقصات العقول سفيهات والرشد في خلافهن رتبوا عليه اثرا اثرا اساسيا جدا جدا في علم الكلام هاي روايات وان شاء الله بعد ذلك ستضح ونقف عند هذا البحث لمن يريد ان يكون نبيا يمكن ان يكون ناقص العقل او لا يمكن يمكن ان يكون ناقص الايمان او لا يمكن يمكن ان يكون سفيها او لا يمكن ومن هنا انسى الدباب النبوة على من؟ على النصر ولهذا انت عندك امرأة ما اريد اقول رسول لانه في النتيجة عندنا نبوة وعندنا ماذا؟ رسالة الرسالة فيها بعد اجرائي تنفيذي ما ادري عبر اما انا دعا اتكلم الكمال الانساني لان النبوة مرتبط بالكمال الانساني يعني ان تصل الى مرتبة تستطيع ان تتقرب الى الله بدرجة ان تكون نبيا تصل او لا تصل تصل او لا تصل بها لا تصل ومن هنا لا بد اذا ان شاء الله في وقتها صار بحث وهو انه لا بد ان نعرف ان المرأة يمكن ان تصل الى مقام النبوة او لا يمكن بغض النظر عن مقام الرسالة الان نتكلم عن مقام النبوة فمن اعتقد بهذا المنطق يا منطق منطق ناقصات العقول ناقصات الايمان سفيهات الرجد في خلافهن ونحو ذلك قال الباب مغلق اساسا المشكلة في القابل اصلا تصلح للنبوة او لا تصلح للنبوة هذا الذي انا اقوله بعد ذلك سيتضح للاحزة انه مع انه روايات ايات وروايات مدحت المرأة ولكن غلبوهم يا روايات هاي الروايات ولهذا انتهوا الى ماذا الى عدم نبوة المرأة لماذا لو سألت لماذا يقولون باعتباري ان الان ماذا اتكلم التفتولي ماذا اتكلم في الوقوع ده اتكلم ماذا في الامكان يعني هل يمكن للمرأة ان تصل الى مقام النبوة طبعا الوقوع يحتاج الى دليله الخاص انه عدنا دليل على نبوة احدى النساء او لا يوجد عندنا لانه البعض يرى ان مريم ماذا ها نبيه وصلت الى مقام النبوة ومن هنا طبعا هذا في الفكر الشيعي الكفتولي جيدة خلوا ذيهنكم هذه هذه مشكلة لابد ان تحل في الفكر الشيعي اذا لم تصل المرأة الى مقام النبوة يعني لا توجد فيها صلاحية عقلية ايمانية رشدية هدايتية الى مقام النبوة بعد يمكن لمرأة ان تكون افضل من الانبياء او لا يمكن يمكن او لا يمكن هذا شا سوا ان مشكلة وان عدنا اصير ها في سيدة النساء العالمين احسنتم اللي جملة من اعلام الامامية الكبار اما ذهبوا الى انها افضل ممن من الانبياء السابقين جميعا بما فيهم اولو العزم الا الخاتم بعض هم ما تتنزل درجة قال افضل من الانبياء الا اولو العزم هس عم يمو افضل من الانبياء جملة من اعلام الامامية يعتقدون بافضليتها على اولادها مولاد على الامة سلام الله عليه ها كيف يمكن ذلك احسنتم احسنتم وهذا الاشكال اللي يقولون ما من عام من الا ولكن هاي القاعدة كما قالوا في الامور الاعتبارية لا في الامور التكوينية وانتم تقولون النقصان العاقل مرتبط بالاعتبار بالتربية بالاجتماع لو مرتبطة بماذا بالتكوين والتكوين فيه استثناء لو ما فيه استثناء ما فيه اساسا تكوينها ناقصة العقل تكوين ومن هنا بعض يحاول هل الان تفهمون الجذور من هنا عندما جاءوا الى مسألة ناقصات الايمان بما يتعلق عليهن بالطمث والحير قالوا بانها انت زهراء ماذا ها احسنتم احسنتم هذي من هنا لانه وجدوا هذي ناقصات الايمان الصيف لابد يحلوها المشكلة شون حلوها انها بتول احسنتم جزاك فيها شوفون الابحاث كيف مترابطة بعضها البعض بعض ليش اكو اصرار على انها ماذا لا تحيط لماذا مع ان الروايات يكون في علمكم يكون في علمكم لتصورون انها مختصة بالزهراء بنات الانبياء لا يحظن تصورون فقط وردة في الزهراء وما جاء الله روايات ولم يثبت تاريخيا ان بنات الانبياء لم يحظن على الاحوال خلونا منها الان وقت ينتهي ملانا اريد اقراركم رواية خاتمة هذا البحث حتى ان شاء الله بعد ذلك سندخل في ابحاث اخرى الرواية الاولى من لا يحضره الفقه اقرأهم من كتاب معتبر ومن مؤلف ماذا معتبر فهو من المصادر المعتبر انا اقرأ لكم الرواية والحكم لكم اعزائي قال ابو جعفر الباقر عليه السلام ان الحيظة للنساء نجاسة رماهن الله عز وجل بها فاذا لحن العقوبة له لحن التكوين توصيف له تقييم تقييم هيري يقول بانه هذن بيني وبين الله الله جنو انتقم منهن وقد كنا في زمن نوح انما تحيظ المرأة في السنة حيظة حتى خرج نسوة من محاري بهن يعني من بيوتهن خرجنا صار اختلاط بين الرجال والنساء يعني مثل المجتمعاتنا الاسلامية الان اللي نفتخر بها ان المرأة جنو ها نصف المجتمع وكنا سبعمائة امرأة خطش كان مولان وكنا سبعمائة امرأة فانطلقنا فلبسنا المعصفرات من السيار وتحلينا وتعطرنا ثم خرجنا فتفرقنا في البلاد فجلسنا مع الرجال وشهدنا الاعياد معهم وجلسنا في صفوفهم فرماهن الله عز وجل بالحيظ عند ذلك في كل شهر يعني اولئك النسوة باعيانهن جيد لهنانة خبين وبين الله خالفنا اللهم سبحانه وتعالى جنو ها عاقبهن منطقي هذا ما بي مشكلة هذا عقوبة كوينية فسالت دماؤهن فاخرجنا من بين الرجال فكنا يحضن في كل شهر حيظة فشغلهن الله تعالى بالحيظ وكسر شهوتهن قال وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيظة قال فتزوجه بني اللاتي يحضن في كل شهر حيظة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حيظة فامتزج القوم هاي الدماء شنو امتزج فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيظة فكسر اولاد اللاتي يحضن في كل شهر هسا من ليش هذولا هنه سبعمية هسا في قبال سبعمائة الف هذاني شون صار هذولا يغلبون همات ما تدري لا لا تعلم لاستقامة الحيظ قال كل في كل شهر حيظة لاستقامة الحيظ وقل اولاد اللواتي يحضن في كل سنة حيظة لفساد الدم فكثر نسل هؤلاء وقل نسل ماذا الان بعد بقى من هذولاك ابو نسل ابو السنة او لم يبقى منهم شيء ها لم يبقى مني شيء هسا بيني وبين الله هسا السؤال ولا تزروا وازرة وزراء اخرى هسا سبعمية من هذاني شنو خالفا الاوامر الالهي عدت سبعمائة مليون او ثلاث مليارات او سبع مليارات او سبعمائة مليار الى قيام الساعة عدت يدفعون سمن سبعمية شنو ذنبهم هاي رواية في من لا يحضره الفقيه عزيز في الجزء الاول خلي المصدر معطيك يا الجزء الاول صفحة 49 في باب غسل الحيظ والنفاس هاي رواية عزيزي والرواية الثانية في مستدرك الوسائل هسا هذا بعد ان تتابع لك اما تعتقد ان المحدث النوري معتبر وكتابه ماذا معتبر وان كانت الرواية غير معتبرة سندا افترض او متنا ولكنه في النتيجة ما هو هذا المؤلف والمصدر الجواب في كلمة واحدة اختلاف بين علماء الامامية بعض يعتقد باعتبار المؤلفي والمصنفي والكتابي والمصنفي وبعضهم لا الرواية هذه التفجي الرواية هذه قال في تحفة الاخوان عن ابي بصير عن الصادق في خبر طويل في خلقة ادم وحواء الى ان قال قال ابن عباس فنوديت فنوديت يا حواء ومن الذي صرف عنك الخيرات التي كنت فيها والزين التي كنت عليها قالت حواء الهي وسيدي ذلك خطيئتي انتي خرجت من الجنة الى دار البلاء بسبب ماذا هل سكأنه بس جنو ها بس حواء ايه ولا ادم ولانا ذكر رجل لا بد يستثنى من القرى علي لحظة وقد خدعني ابليس بغروره واغواني واقسم لي بحقك وعزتك انه لمن الناصحين لي وما ظننت ان عبدا يحلف بك كاذبة قال الان اخرجي ابدا فقد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة والذكر اذا عقوبة على شنو على خطيئتها ومن هنا تجدون بانه ان شاء الله تعالى ستجدون بانه اساسا في الميراث المسيحي يعتقدون ان ممثل الخطيئة من المرأة المرأة ولهذا يجتنبون من يجتنبون من بس ان شاء الله بعد ذلك سيأتي لكم ان الثقافة المسيحية شنو هي ثقافة اليهودية شنو هي ثقافة الفارسية قبل الاسلام شنو هي ثقافة الجاهلية شنو وهذه من اين جذورها جذورها من مثل هذا النظرية علي الاحوال ومع وجة الخلق خلقه شاخصة البصر وجعلتك اثيرة ايام حياتك واحرمنك افضل الاشياء الجمعة والجماعة والسلام والتحية وقضيت عليك بالطمث وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة فلا تلدين حتى تذوقين طعم الموت اطيح حظش من الان الى قيام الله سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل او لا يسأل لا يسأل عما يفعل اذا تسأل المنطق الاشعري ملانة وكثير من الذين يشكلون نظريا على المنطق الاشعري ولكن عمليا يقبلون كاملا ماذا الله دا يقول هشه الله دا يقول انت متخاف بعد اخوة والله اذا الله يقول اخوة شقدر سواك اهل البيت دا يقولون يا ابا وين دا يقولون يقولون في تفسير العسكري يتثبت لهذا تفسير العسكري والله انا بخدمة الامام العزن العسكري شنو هالمنطق البائس الجهلي ملانا العوامي شلون تخالف اهل البيت وين انا مخالف اهل البيت انا مخالف هذا الذي يقول اهل البيت تقول هذا مو اهل البيت وبعبارة ان اخرى البحث صغروي له البحث كبروية اعزائي البحث صغروية تقول كاف يا ها عين صاد كاف كربلة اشلون يخالفون العجيب اتثبت لي هاي الرواية صادرة من الامة انا معك مولان وعين عطش الحسين وذاك المولي قاعد من اوه 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 ايش يشكل على مشاعر الناس عواطف الناس حب الناس للامام الحسين هذا بيني ويؤجرون عليه ولكن الكلام في هذا الجاهل اللي يقول على المنبار ان تثبت هذا كلام الامام اريد اشوف من يستطيع من يعتقد بحصمة الامام لا يناقش اما من يعتقد باجتهاد الامة يقول من حق ان يناقش يقول اجتهدوا فجنوا فاخطأ هذا على المبنى بعد تحضر مبنى مبنى عصمة تعتقد بصحتي مبنى اجتهاد لا تعتقد ماذا بصحتي علي لحظ يقول وقضيت عليك بالطمث وهو الدم وجهة الحبل والطلق والولادة فلا تلدين حتى تذوقين طعم الموت فانت اكثر حزنا واكثر قلبا واكثر دمعة وجعلتك دائمة الاحزان ولم اجعل منكن حاكما ولا ابعث منكن نبيا هل سأل لي اشي مولانا بابا اخو ادم مشترك مع حوا في ماذا هذا الاخ يقول في الجريمة مو جريمة باي خطأ ان كان عبروا ما تشاءون اذا اعزائي هذه فصورة اجمالية ما رد اقول لا تهي للمرة الثالثة دا اكررها اعزائي حتى اذا اردوا يقطعون حتى لا يستطيعون ما رد اقول ماكو روايات في المدح ولكن دا اتكلم الثقافة الموجودة ما هي ان شاء الله تعالى غدا نحاول قد يقول قال سيدنا انت الذي اشرت مرارا وتكرارا ليس بالضرورة كل من قال كل ما جاء في نصوصنا الروائية علماؤنا عملوا عليها بعد ذلك ان شاء الله سيتضح لكم ان اعلام الامامية خلونا من اعلام السنة الانعم مو مهم اعلام الامامية مشوا بهذا الاتجاه او لم يمشوا ماذا ام لم يمشوا بهذا الاتجاه